قيمة بطولة كاس العالم للأندية وفي بعض اللعيبة الجديدة دخلت زي مثلا صبري رحيل زي مصعد عوض حارس المرمى وفي نفس الوقت معه لعيبة كانت معاه في بطولة أفريقيا ووجهت معاه الصعاب ووجهت معاه المشاقة تلفوز بالبطولة فهو بين نارين عايز يدخل اللعيبة الجديدة صبري رحيل ومصعد عوض مع الفريق ويأيدهم في القيمة لكن هو مزنوء بعدد معين أو محكوم بعدد معين في قائمة كاس العالم للأندية طبعا مش عايز يستغنى أو يمشي حد من اللعيبة اللي كانت موجودة أو يستبعدهم من القائمة اللي كانت موجودة عايز يحتفل بهم برضو أنتوا تعبتوا معايا في أفريقيا فهتكونوا موجودين معايا في كاس العالم وبرضو عايز يدخل للعناصر الجديدة فلسه كابتن محمد يوسف يعني بيفكر في القصة مع جهازه الفني وأكيد برضو الاختيارات الفنية واحتياجه في الملعب واحتياجه لبطولة كبيرة زي بطولة كاس العالم للأندية هيلعب مع فريق قوي اللي هو فريق جوانزو الصيني في حالة إن شاء الله فوز النادي الأهلي على جوانزو في دور التماني هيلعب في الدور قبل النهائي مع باير ميونيخ بطل أوروبا وأقوى فريق في العالم حاليا فطبعا النواحي الفنية والاختيارات الفنية هي اللي هتفرق فيه اختيارات كابتن محمد يوسف كابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي طبعا يوم الخميس القادم هيعمل مؤتمر صحفي هيوضح فيه بعض الأمور منها موقف النادي الأهلي